إلى البصرة الآن وهناك لا يزال مئات التلاميذ مهددين باحتمالية الموت غرقاً بمياه النهر وإذا أرادوا النجاة من الغرق عليهم أن يتركوا المدرسة التي يفصلهم عنها جسر مهدم يهددهم بالموت تحية طيبة أحبائي بالانتفاضة الشعبانية المناطق اللي في شمال البصرة طلعت تصيح لا ولي إلا علي والريد قائد جعفري فبعد سنوات كنا نتأمل يجينا قائد جعفري إجانا قائد يسمونا نقري هذا جسر جسر في شمال البصرة بشوفوا هذا جسر وحال الجسر وشوفوا الأطفال الشون يصعدون عليه شوف هاي مشاريع البصرة وأموال البصرة وفلوس البصرة اللي صرفتها حزاب الصدفة شوف الجسر شنو حاله شوف الأطفال ما أفضل الله براك طالعا ما أجرر يوين طالبتك طالبت قريبوا عند مدرستك عيدا والله احتيلي بالله احتيلي قال يدبالعتك تحتيلي شنو حال الجسر الجسر والله ما أجررني أبروها تسمع المنطقة نجي طالعا بني جيرا في شمال البصرة كم نائب في شمال البصرة كم عضو مجلس محافظة في شمال البصرة هؤلاء الأطفال الذين يكبرون في وطنهم كالغرباء أجبروا على واقع لم يختره أحد منهم كل يوم يمرون من هنا والكوارث محتملة أن تقع من حين إلى آخر هذا واقع الجسر إلى كل مسؤول يدعي أنه ترجمة نانسي قنقر